الإنسان والبحث في الروح أحيانا نتجاوز موضوع العلم موضوع التجربة والمعمل وذلك عندما نقول مثلا الروح قبل المادة أو المادة قبل الروح فهذا بحث في عنصري تكوين الإنسان الذي لم نشهد خلقه ولا نستطيع أن نجري عليه تجربة إن هذا يدخل في علم الله فهو الذي خلقه وهو الذي يستطيع أن يقول لنا كيف تم الخلق ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم إذن فهذه مسألة لا يمكن أن يصل فيها العلم البشري إلى نتيجة لأننا لم نحضر التجربة ولم نرها بالعين ولا نستطيع أن نجريها ونجربها أو نقوم بها ولكن بالأذن سمعنا عن الله وهذا أمر غيبي عننا وما دام الأمر غيبيا عننا فإن الله الذي خلقني هو الذي يحدثني كيف خلقت أما أنا فإنني لا أعرف كيف خلقت ومن هنا فإنني لا يمكن أن أتحدث ألميا عن العنصرين الذين يتكون منهم الإنسان وأيهما جاء أولا وإذا صمم أحد على أن يبحث بهذا يكون قد شغل نفسه بعلم لا ينفعه عن جهل لا يضره لأنه لن يستطيع أن يبدل ويدلل على ما يقول ألميا وبالتجربة نحن نستطيع أن نمسك المادة وندخلها المعمل ولكننا لا نستطيع أن نمسك الروح وندخلها إلى المعمل والتجربة